اشتركوا في القناة 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 هم عصوا الله مرة والتانية والتالتة والربعة ولكنه مرة والتانية الله بيغفر لهم وبرجعهم ليه تاني وفي العهد الجديد في المسيح الله القاب الاله اللي بيقوله عليه الله بتاع العهد القديم عزم غفرانه في الرب يسوع المسيح وعشان كده يوحن بيقولنا انه لو احنا اعترفنا بخطيانا لو احنا تبنى عن خطيانا فالله امين وعادل وهيغفر لنا ايه كل خطيانا قد ايه كل خطيانا وطهرنا من كل اسم مغد النظر عن قد ايه خطيتنا كبيرة الله هيغفرها مفيش خطية ابشع من قتل ابن الله اللي جيه علشان يدينا الخلاص ويدينا الغفران مفيش مفيش حاجة ممكن تكون رهيبة اكتر مفيش حاجة ممكن تكون اسية اكتر مفيش حاجة ممكن تكون بشعة اكتر مفيش حاجة ممكن تكون وحشة اكتر لكن بالرغم من كده لما تعلق على الصليب وقرب يموت الرب يسوع المسيح صلى من اجلهم وقال يا ابتاء اغفر لهم لو الله ادري يغفر لهم اللي سمروا ابن الله على الصليب مفيش حد مفيش حد هنا مفيش حد بيتفرج مفيش حد في العالم يقدر يقول خطيانة عميقة قوي كتير قوي على انها تتغفر مفيش حد مفيش حد يقدر يقول انا خطيطي بعيدة عن رحمة الله مفيش مفيش حد مع الله شايفين مفيش خطيئة كبيرة وخطيئة صغيرة لكننا بنعمل كل ده احنا بنتكلم يعني عن عارفين الكتبة البيضة والكتبة السودة وكل الحاجات دي مع الله الخطيئة خطيئة مفيش ابدا خطيئة صغيرة مفيش منقاسات في الخطيئة مع الله مفيش مدة زمنية الخطيئة تكون طويلة او سيارة سواء اخطيت لمدة ست سنين او ستين سنة الخطيئة خطيئة اول ما تجيله تطلب الغفران هو هيديك توبة حقيقة وهو يغفرلك مع الله مش مهم اي نوع الخطيئة اللي ارتكابتها في الكتاب المقدس والتاليين عارفين ان الله هو بيغفر للقتلة بيغفر للزناة بيغفر للغشاشين بيغفر للكدبين والمثليين والمجدفين والسكرة والمختصبين هو بيغفر كل خطيئة لكل حد لما تيجي لله في توبة حقيقة وتقول يا رب اغفرلي هو هيغفر في ساعتها وبعدين ما بيفكركش بيها ابدا الكتاب قال هو بيرميها في عمق البحر ده تعبير نيازي فوق تخيلنا هو بيغفر للشخص اللي عنده بر ذاتي اللي الوقت الطويل فاكر ان هو او هي كويس اوي او انهم كويسين اوي وينفع يكونوا مقبولين من الله بسبب صلاحهم لما هم بيتوبوا الله بيغفر لهم لما هم وصلوا لحتة انهم محتاجين غفران ويطلبوه هيغفر لهم هو بيغفر للناس اللي ممكن يكونوا رفضوا المسيح بسبب جهلهم في مرحلة معينة في حياتهم هو بيغفر للناس اللي بسبب غضب او جاهل جايز لعن الله لما هم بيتوبوا ويقولوا ويطلبوا غفرانه هو بيغفر اصغر خطيئة لما نعترف بيها الله بيغفرها اكبر خطيئة لما بنعترف بيها الله بيغفرها كله بيغفره شارك الله اللي بيغفران هو التوبة الحائية التوبة الصدقة طلب غفرانه طب ايه هي الخطيئة لما تتغفرش دي ايه هي الخطيئة لما تتغفرش ابدا دلوقتي بعضكوا مهتمين بيها ولازم يهتموا لانها مسألة مهمة من فضلكوا افتحوا معايا متى اتناشر انا بحط كل جزء في السياق بتاعه الكتاب والتعليم الكتابي هو اللي عايز اقولهلكو كاجابة لسؤالكم متى اتناشر من اتنين وعشرين لاثنين وثلاثين في السياق الجزء ده فيه راجل مجنون اللي كان اعمى واخرص هو رحل يسوع ويسوع حرره اخرج الشيطان وهو اتشاف بالكامل في اظهار قوي لسلطان الخارق على القوى الشريرة يسوع اخرج الشيطان من الراجل دو وخرجوا منه شايفين الكتاب العادل القديم بالاخص والضعي ان اكبر علامة عن مين هو المسيح هي ان هو هيكون عنده سوطان هيكون عنده على الخطيئة على الامراض على البرس وحتى كمان على الموت نفسه دي كانت دايما العلامة اي حد ارى الكتاب الناس اللي كانوا مستنين مجيء المسيح هما كانوا عارفين ان هي دي العلامة هو ده الجزء ده قالوا الجموع اللي كانت بتتفرج كانوا بيقولوا العل هذا هو ابن داود اصدهم المسيح لان هو هيعمل كده هما كانوا بيبتدوا يدركوا هو مين لكن القادة الدينيين مكانوش كده القادة الدينيين رفضوا انهم يؤمنوا بان دا المسيح هما رفضوا رسالة المسيح برغم انهم شافوا بعنيها وسمعوا بودانهم ولمسوا بيديهم لكنهم بتعمد رفضوا ابدا المسيح رفضوا خالص بدل ما يؤمنوا بيه هما اتهموا بانه رئيس الشياطين دا اللي كانوا بيقولوا عليه فلان يسوع كان عارف ان ده هيجي في دماغهم وفي تفكيرهم يسوع كشف سخافة ادعاهم سخافته كويس هو قال لهم ان البيت المنقسم ما يقدرش يثبت لكن عنادهم وقلوبهم المتمردة فضلوا ينكروا رسالة يسوع المخلص بعدين يسوع استخدم المثال بتاع زي لما حد يروح لبيت راجل قوي فلازم يربطه للراجل القوي لان هي دي طريقة اللي تخضعه بيها تربطه وتمنعه من المقاومة فاعمل كده الاول وبعدين هتخرج بالغنيمة وكل الحاجات اللي كان بيمتلكها الراجل دا كمان وقصد يسوع هنا هو بعد كل اللي اظهرتوا ليكم دا لسه بتشكوا في سلطاني على الشيطان والشرق مش انا اثبتتلكو مرة وثانية ان سلطاني اعلى من سلطان الشيطان هو مش انا اوريتكو ببرهان واضح ان السلطاني اعظم بكتير من سلطان هو مش انا اثبتتلكو من خلال شفاء المرضى واقامة الموتى وتطهير الابرس واخراج الشيطين دعوة ما للبرضف الم億 ماذا ومنان ان issا او esas هو مربز الس因為 لا والضوء يوم مزح يارج حراح وبارد انسان ممكن ان اضحكه puede ان اضحكه تجمد ان دعوة في السماء اطلب التحلي بأنها هل السلطانة يقوم SAMU يتطهير م wszystkich قد انسان هذا الاول شيطان والقاوح alla temple تتجمد ييجب بسم كل لو شفاء الله الناس اللي اتربطوا من الشيطان والخطي في عبوضيتهم ودي حاجة كنيس القرن الواحد وعشرين محتاجة تتعلمها كويس بالتأكيد الضربة القضية والنهائية على الشيطان وسلطان وجد على صليب الجولجوسة ومع ذلك حتى قبل الصليب يسوع أظهر سلطانه اللي مفهوش شك على الشيطان والشياطين وبعد هو قال لتلاميزه أنا بديكوا السلطان ده حاجة محتاجين نتعلمها أنا بديكوا السلطان ده يسوع وضحها قوي عدد 30 متى 12 عدد 30 من ليس معي فهو علي الناس اللي شوهوا صورة يسوع الناس اللي وعزوا عن يسوع الثوري الناس اللي وعزوا عن يسوع التراكي الناس اللي علموا عن جانب واحد بس من شخصية يسوع الناس اللي عملوا يسوع؛ ورغبتهم الشخصية دول بيكونوا ضد يسوع هم مش بس عندهم مختلفة للكتاب المقدس هم مش بس عندهم وجهة نظر مختلفة هم ضد يسوع نفسه هم مش معتردين على الكتاب المقدس هم ضد يسوع الناس اللي بيؤمنوا ان يسوع مجرد شخص مُجرد شخصك كويس معلم كويس الناس اللي بيؤمنوا ان يسوع بس مجرد شخص محب ان يسوع مجرد شخص عظيم ضي يسوع حتى لو بيوعاظوا لجموع كبيرة في ايام الاحاد ده بيوصلني مرتا لا اكتر سؤال بتسألوه طبعا هي الخطيئة اللي ما تتغفر ايه هي الخطيئة اللي الله مش هيغفرها دلوقتي او بعدين في الابدية مرة تاني الاجابة في كلمة يسوع مش كلماتي الاعداد 31 و 32 من متى 12 خلوني بس ارهلكم لذلك اقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي ممكن ما يكونش فيه جزء يساء فهمه او يساء تفسيره اكتر من العددين دول حقيقي ليه بسبب خطورة الجزء ده بسبب حسمية الحكم ده وبسبب الطبيعة الحازمة لاعلان يسوع ده ويسوع بيقول ان خطيئة التجديف هي شجب متعمد ورفض لله ان التجديف هو التشويه واضح لله ان التجديف هو تحدي متعمد لله ان التجديف هو موقف السخرية من الله وفي العهد القديم اعقاب الخطيئة دي كان الرجم حتى الموت لكنه قال حتى التجديف ده لما شخص يتوب ويطلب من الله الغفران هو او هي هيتغفر لهم وبوليس اعترف في تموساوس الاولى اسحح واحد على التلاتاشر انه كان مجدف ومطهد للكنيسة لكن بعدين اظهر الرب رحمته تجاهه ومش بس اتغفره لكنه كلف انه يكون رسول للامم انا عارف مؤمنين اوقات بيجدفوا على اسم الرب سواء مدركين او لا لما بيشكوا في صلاح الله لما بيشكوا في حكمة الله لما بيشكوا في امانة ومحبة الله لكن حتى كل ده بيغفر لما التوبة بتحصل لما طلب الغفران بيحصل كل الخطايا دي بتتغفر ايه هو التجديف على الروح القدس ازاي بيحصل اسمعوا طب لو في حد مش عارف ان في روح قدس انا هوريكوا بالضبط ايه اللي الرب يسوع يقصد هو بيتكلم عن الناس اللي اعلن ليهم الهية الرب يسوع المسيح لكنهم بتعمد تجهلوها هو بيتكلم عن الناس اللي فهمه وقامل ان الخلاص بيجي من خلال المسيح وحده لكنهم بتعمد رفضوه هو بيتكلم عن الشخص اللي عارف ان كل الادلة بتقول ان يسوع هو الطريق والحق والحياة لكنه بيقول لا مفيش حاجة بتأكد ده هو بس مجرد طريق ومجرد حقيقة ومجرد حياة هو بتكلم عن الشخص اللي بيقول انا عارف يسوع على ايه لكني بختار اني اسدق اني الله اله اكبر اعظم عشان يسمح انه يكون فيه طريق واحد بس وكتير من التلاميذ اللي اكلوا مع يسوع واسمعوا تعليموا وشافوا معجزاته هم كان عندهم شك في بعض الاوقات حتى بولس المجدف زي ما وردكم بجهل جدف على اسم يسوع هو اتغفر له وارسل اه لكن التصميم المتعمد الرفض التام لاعلانات المسيح ملهاش خلاص انا مش بقول كده وانا مبسوط ملهاش خلاص الرفض المتعمد لتزديق الادلة الكتابية عن مين هو يسوع ما يضغفرش ليه يسوع بيتكلم عن التجديف على الروح القدس ده اسمعوني كويس قوي عشان القدس هو اللي بيوصل للجهاز خليل عيوننا الروحية وبيفتحهم ولما ندرك انه احنا خطا ورايحين للجهاز بدون خلاص بدون يسوع ونجيله في ايمان هو الشخص وهو الشخص الوحيد اللي بيعلن لنا ان يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص هو الشخص الوحيد اللي بيعلن لنا ان ينفق شد الحاجة لداء الصليب وعشان كده الناس اللي بتصر انها ترفض التسدى الحقيقة دي عن يسوع سواء كانوا حقيقي عارفين او لا هم بيصخروا دول بيجدفوا على الروح القدس ما حد يقول لي انا رايحة ابي الدكتور القص اعظمهم باشة ده اقول صحيح انا ستب بيقول ان يسوع هو الطريق لك لا ترفي ابدا ان هو الطريق الوحيد انا بقول لك ما تضيعش وقتك بجد انا مش قاسي انا بقول لك الحقيقة ما تضيعش وقتك ما تضيعش وقتك حافظ على طقتك علشان تشارك المسيح للناس اللي مش عارفين الحقيقية حافظ على طقتك علشان خاطر الناس اللي هم تسمعوا الحقيقة حافظ على طقتك علشان تشارك الناس اللي مش فهم الحقيقة ليه علشان الشفاء اللي اسمه الدكتور القصة اعظمهم باشة بتعامل ارتكب الخطية اللي ما تتغفرش وخطيته بعيدة خالص عن الغفران وبعيدة عن التحرير اسمعوني يا حبائي اسمعوني وفي حد هنا او بيتفرج ورفض ابن الله على انه الطريق الوحيد للسماء والفدة انا عايزة جاكم بطلوا تقوموا بطلوا تقوموا بطلوا تقوموا بطلوا ترفضوا لانه هيجي وقت فيه الباب هيتقفل وهتكون ارتكبت الخطي لمتابرش لو فيه شخص واحد كان يقول دلوقتي انا فهمت وسلم حياته المسيح الكتاب الاسمع هتفرح شخص واحد لانه هيجي وقت بالنسبة لللي بيتعمد رفض الحقيقة لما الله يطفي النور جزء من الاجزاء شوية كلمات من الكلمات الليلة في الكتاب اللي لازمتني لسنين هي ازاي نوح وعز لمية وعشرين سنة وما حدش كان عايز يسمع مية وعشرين سنة كانوا بيسخروا منه والكتاب الجملة زي ما قلت كده لازمتني لسنين وبتقول الله قفل باب الفلك شايفين لو نوح قفل الباب هو انسانه ممكن من الشفقة وممكن يتجرب في انه يفتح لكن اله العادل اله الرحمة قفل الباب لما فرصة الخلاص بتضيع بتضيع للأبد بعضنا في الواقع بيصدق ان الروح القدس ابتدى مش بس أمتنا لكن العالم بيتعصر ظلام دلوقتي هو الوقت المناسب النهاردة هو يوم الخلاص لانه لما انت تفضل ترفض تفضل ترفض نور هيجي وقت فيه النور هينطفي ويحبق هي دي الخطيئة اللي ما تتغفرش ان اردت ان تتعرف على الله بطريقة شخصية اطلب نسختك المجانية من العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود ان تسير بقربه وفي مخافته اكثر واكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة ايمانك سيقودك الى بناء علاقة حميمة مع الاب السماوي اطلب نسختك المجانية الان موسيقى موسيقى موسيقى